يوم الجمعة دايما هنبدأ بالبيوتي تيبس والنهاردة بقى البيوتي تيبس اللي عايز اكلمكم عليها ازاي نحافز على الكريم ايه؟ انتي بتقولي ازاي نحافز على الكريم ولا قصدي ازاي نحافز على بشرتنا لا انا قصدي ازاي نحافز على الكريم على المنتجات بتاعتنا علشان احنا لو حافزنا على المنتجات بتاعتنا هيحصل ايه؟ هنخافز على بشرتنا مش هي دي المنتجات اللي بنروح بنشريها بفلوس غالية جدا عشان نحطها على بشرتنا طبعا المنتجات لازم تكون مطابقا أسفى نوعية بشرتك وحالتها وسنك بس كمان لازم نخافز على الكريم عشان يطلع من الكريم ده فعلا يغذي بشرتك ايه الحاجات اللي بعد ساعات بتحصل في الكريمات وفعالياتها بتقل وانتوا ما بتبقوش واخدين بالك اول حاجة المكان اللي انت بتحط فيه الكريم ممكن قوي تكوني بتحط الكريم في قودة نومك وبيضر فيه الشمس كل يوم ده مش مزبوط ايه تاني ان انا حط البرودكس او الكريمات بتاعتي في الحمام وكل يوم دش وكل يوم بخار وكل يوم دش وبخار فبرده الكريم بيتضر حاجة تانية ان انا افتح الكريم واستخدمه لمدة 3 اسابيع واقفله واقول لا لا انا هبقارجع استخدمه بعدين لا مفيش كده الكريم يتفتح يقلص او اجيب كريم علشان انا مسافرة بقى اجيب 3 ا4 ا5 منهم واخزنهم لا ما فيه عمر افتراضي برضو وبرده الكريمات لما بتتخزن مدة طويلة ما بيبقاش لطيف فياجه استخدمه بتحس ان فعاليتها مش زي ما مكان قبل كده استخدمتها يعني مش جايبه نفس النتيجة طيب حاجة تانية ان انا احطي ايدي وهي مش نضيفة جوا الكريم طب انا بعمل ايه لازم اقسل ايدي هتقوليه تيجي ازاي دي ان الناس اللي هي بتحطيلي الواقي من الشمس مثلا وتقوم ايه او بلاش الواقي من الشمس كريم ترتيب مثلا في شمتتها فبعد كده وقتها مش نضيفة تقوم حطة ايضها في الكريم وحطة على ايديها وبيحصل الكلام او على ضشرتها لان كده انت نقلتي ميكروبات جوا العلبة ذات نفسها او الناس اللي تفتح العلبة وتسيبها مفتوحة او بعد ساعتين تلاتة ترجع تقفلة او بالليل بقى او انا بحط تتين او تسيبها نص مفتوحة او الناس اللي تحس ان العلبة الكريم داي الميدور الكريم عارفين لما الكريم بينشف كده مش نضيفة اوكي حاجة تانية مهمة قوي في الغطة بعد ساعات الكريم بتفتحها وبيبقى فيه زي غطة بلاستيك كده فيه ناس بتاخدها ترمية لا كل ما عارفة تكتبي الكريم ما تخلوهوش اي هوا او اي حاجة كل ما افضل وبيحافظ على الكريم عشان كده انا بفضل البامبس اللي بتضغطي عليها اوكي وبرضو مع الكريمات بعد ساعت بيبقى فيه زي عصايا كده بلاستيك الناس بتفتح العلبة لقيهم مسكوا ورموه لا دي عشان ايديكي ما تتحطش اصلا جوه الكريم الحاجات دي كلها يا جماعة عشان نحافظ على الكريم والكريمات بقت غالية جدا علشان فعلا تفيدنا في بشتنا وخلي بالكو يا جماعة طبعا ان الكريم ليه عمر افتراضي ودي نقطة مهمة جدا جدا فارجوكو لما تسافروا او تعملوا متشروش بالمية عبوة اوكي وتخلي بالكو من المحلات او المصادر اللي بتشتروا منها الكريمات مهمة قوي لان فيه حاجات بتبقى قريدي قديمة وللأسف مش كل الكريمز بيكتب مدة صلاحية عالية فخلي بالكو عشان احنا بنضيع او مش بنضيع بنصرف فلوس بنصرف وقت خلينا نقول بنصرف مجهود اوكي كل ده عايزين الكريم حقيبة كويس عشان يفيد بشرتنا ما يبقاش بنضيع فلوس ووقت ومجهود على الفرص